السلام عليكم كديرين لبس عليكم كنتم تكونوا بخير وعلى خير اليوم جيت نشارك معاكم موصفة خفيفة ضريفة لديدة بزاف وناجحة مياه في المياه سهلة بزاف التحضير وبمكونات اللي هي بسيطة وطبعا بزاف الناس كيعرفوها الكارن او الكارنتيكا اللي معروفة بزاف كل شي الناس كيعرفوها مشيتي الشمال او الطانجة والنواحي غدي تاكليها مشيتي الشرق الجهة وجدة والنواحي غدي تاكليها ولمشيتي الجزائر طبعا غدي تاكليها في جميع انحاء البلاد غزالة لديدة بزاف وسهلة في التحضير غدي نبدو مقادر ديولها عندي هنا يا جوج الكسان ديال الحمص مطحون او دقيق ديال الحمص عبرت بالكأس ديال العنبة وبيه غدي نعبر حتى الماء اللي غدي نحتاج عندي نصف كأس ديال العنبة ديال زيت وعندي الملحة والكمون والفلفل الاسود اللي هو البزار كيكون اختياري وجوج بيضات غدي ناخده السوبيرا او الاناء اللي هنخدموه فيه وبكاس اللي عندها دي ما غدي نعبر الماء اللي غنحتاج عندي في كل كأس ديال دقيق ديال الحمص كنحتاج لثلاثة ديال الماء يعني هنا يا ندر جوج الكسان ديال الحمص المطحون درت معهم ست الكسان ديال الماء ست الكؤوس ديال الماء او بغيتي تخدمي بجبانية ديال دقيق غا تديري الدعف ديالها اللي على ثلاثة المرات ما سهلة بزاف تحضير مباشرة من مور الماء كندير دقيق ديال الحمص ونحركه مزيان مزيان هنا منين كندير دخول الماء ودقيق يساعدني بسهوله كي تتحل لك الدقيق ما كيبقاش مم Arabiaura تـ قائمة اللي هي البزار والكمون والملحه عاد ندير الز لنا ندرج الز للزيد قبل من الدقيق وماندرج الزيز مع الماء عاد ندرج الز لحندساش كيت تحبب الدقيق لدها الحمص بنبير والدقيق ديالح مرحوني مع الماء ب�يدهم باش يتحل بسهولةil국 نضيفه فوق الخليط ونضيفه ونحرك جيدا فران يسخن على درجات حرارة عالية يسخن على أعلى درجة لكي يكون جيدا نضيفه في الغامكان الذي يدخل الفران على حسب القياس يعني يمكنك تضع فيه الكمية ونقصها وعلى حسب تضيعها في الغامكان مثلا نضيفه فلاطات والخبز كل مرة وعلى حسب القدر الحمص الذي نخدم به نضيفه على درجة حرارة عالية توجد طريقة مبسطة مكونات بسيطة وكلا جيدة بزاف ومعروفة طبعا تجيب هاد الشكل هادا منين كالطيب تكون طبقة مقرمشة من الفوق ومن الداخل تكون رطبة جيدة تقدر يسقدمها من الفوق تدري لها السودانية يلا كنت تبغي الحار وتقدمها مع الكمون تجيب جيدة بزاف كنت منا الوصفة ديالي اليوم تكون اعجباتكم والفيديو يكون اعجبكم شكرا لكم بزاف وكنت منا تكون اشاهدوه حتى الاخر ما تنساوش الى عجباتكم الوصفة برطة جوا مع صحابكم وحبابكم وما تنساوش تخليوا لي لايك ديالكم شكرا لكم بزاف مطلقة وان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله السلام عليكم